منظومة الجدارات اهلا وسهلا مرحبا بكم في لقاءنا المتجدد ونكمل شغلنا مع بعض في وحدة الدوائر الالكترونية ودي الوحدة رقم خمسة في منهجكو او في البرنامج ككل لمدة السلاث سنوات احنا نشتغل النهاردة جديد احنا هنشتغل مع بعض في المخرج التاني الخاص بالترانزيستور او توصيل وتنفيذ دوائر الترانزيستور سنائي القطبية وافتكر الاسم ده الترانزيستور سنائي القطبية طب نفتكر حاجة كمان جنبه البي جي تي تمام يعني ايه البي جي تي ده الرمز بتاعه احنا عندنا الترانزيستور سنائي القطبية ده عندي من عندي من الترانزيستورات انواع مختلفة في البي جي تي وفي الاجي بي تي وفي عندي ترانزيستور موسفت وعندي اسماء مختلفة او انواع مختلفة من الترانزيستور ولكن احنا المخرج التاني بيتكلم عن الترانزيستور سنائي القطبية بي جي تي. طيب اه اول حاجة احنا طبعا علشان نشتغل في اي اه جزء مهاري او جزء معرفي. بنبقى عارفين المخرج وعارفين الاهداف من المخرج بتاعنا. الهدف من المخرج بتاعنا هنا ان انت تاخد جزء معرفي او تكتسب جزء معرفي خاص بالترانزيستور. الجزء المهاري اللي هنشتغل عليه. وده هنعمله حلقة مخصوصة. اه حلقة خاصة بالجزء العملي. والجزء المهاري. وهننفذ فيه التمرين او تمرين المخرج الاول دوائر التوحيد نص موجة وموجة كاملة. او تمرين من الترانزيستور. ولو لحقنا النهاردة ان شاء الله في حلقتنا دي. هنكمل او ممكن نشتغل تمرين خاص بالترانزيستور. ايه هو الترانزيستور? احنا قلنا ان كل العناصر الالكترونية هي مصنوعة من مواد شبه موصلة. يبقى الترانزيستور ده عنصر من العناصر الالكترونية او عنصر من اشباه الموصلات اللي ممكن يكون اه من السيليكون او الجيرمانيوم برضو. ممكن يكون من السيليكون او الجيرمانيوم برضو. طيب عايزين نشوف شكل الترانزيستور ده ايه? تعال نشوف مع بعض كده. الترانزيستور سنائي القطبية البي جي تي. ده شكله. الشكل اللي انت ممكن تلاقيه في السوق او طبعا دي اشكال مختلفة لانه موديلات وليه ارقام مختلفة حسب الموديل بتاعه وحسب امكانياته وخصائصه وقدرته تمام وبيبقى الاطراف بتاعته دي مترتبة برضو حسب النوع او حسب الشكل اللي ممكن تشوفه ده اللي انت هتستخدمه كتير قوي في الشغل بتاعنا او ده اللي موجود عندك في القسم انا جبت لك الشكل ده لانه هو فعلا اللي موجود عندك في القسم بتاعك هنا بيقول لي ايه بيقول لي ان الترانزيستور ده عنصر الكتروني من اشباه المواصلات وكمان بيبقى بيتكون من سلاسة شرائح او سلاس طبقات او سلاس بلورات شبه مواصلة يمكن ترتيبهم NBN او BNB وله سلاسة اطراف هي القاعدة والمجمع والمشع القاعدة هي البيز والمجمع هو الكلكتر والباعس اللي هو الامتر تمام طيب يعني ايه الكلام ده برضو قال لي الشكل ده بيقول لي ده التركيب بتاعه طيب هو بيتكون من تلت شرائح او تلت طبقات لو بصنا على التيبس اللي موجود هنا ده او الشرائح او طبقات اللي موجودة هنا NBN فده تركوينه تمام وهنا BNB طيب هو الشكل ايه الرمز ده عبارة عن ايه قال لي ده كده شكل التركيب بتاعي امال الرمز هنا عبارة عن ايه يا شباب تعال نشوف كده ونكبر الجزء ده كده معنا الشكل ده كده بيقول لي ده رمز ليه الترانزيستور اللو هرسمه في دايرة الكترونية او احد الدوائر اللي احنا ممكن نشتغل عليها تمام يبقى ده كده رمز خد بالك السهم ده هنتكلم عليه بعد كده وهنقول السهم ده فيديته ايه على الرسمة ويعرفني ايه تمام طيب الشكل التاني قال لي هنا بقى بيبقى عندي الBNB وده رمز او اسم او نوع الترانزيستور وهنقول برضو الN في النص دي معناها ايه ولو الB هي اللي في النص معناها ايه خد بالك هنا السهم تغير معناها ايه ليها معنى حسب النوع تمام يبقى السهم ده بيفرق معايا حسب نوع الترانزيستور تمام طيب جميل مميزات الترانزيستور سنائي القطبية الBGT هنا بيقول لي ايه هو الترانزيستور ده انا هعمل بي ايه او انا مميزاته بالنسبة لنا ايه قال لي الترانزيستور ده الحجم الترانزيستور ده ايه صغير الحجم تمام بيتميز بصغر حجمه طب وايه كمان قال لي قدرة او له قدرة عالية على تكبير الاشارة الالكترونية تمام هو حجمه صغير قوي بس قدرته عالية وليه قدرة كبيرة على تكبير الاشارة الالكترونية يعني فنيين الصوت مثلا بيستخدموه في تكبير اشارة الصوت بيقولوا عليه ايشي صوت كمان احنا في الكهرباء او التركيبات الكهربية او الالات الكهربية احنا بنستخدموه كمفتاح الالكتروني يتحكم فيه الاحمال ودي دوائر هنشوفها او بعض الدوائر اللي ممكن نشوفها بعد كده تمام طيب بعد كده التركيب الداخلي ليه الترانزيستور التركيب الداخلي للترانزيستور بيتكون عندي او بيحتوي كل ترانزيستور على تلات اطراف ايه هما بقى قال لي من الشكل اللي انت شايفه قدامك ده الشكل ده بيقول لي ايه دي التلات ارجل بتوع مين بتوع الترانزيستور تمام اعرفهم منين الترانزيستور ليه وجهين وجه مسطح تمام وجه مسطح والوجه التاني نصف دائري اعرفهم منين برضو حسب نوع الترانزيستور وده هننفزه مع بعض وهنعمل اختبار ليه الترانزيستور مع بعض ونحدد اطرافه هنا بيقول لي ان الترانزيستور لو مرسوم قدامي بالشكل ده وهنا طرف البي والإي والسي يعني ايه الكلام ده يعني البي هي القعدة والسي المجمع او الكالكتور وهنا البيز القعدة وهنا الامتر ده طرف المشاع جميل كده طيب يبقى قدي عندي نشوف هنا الترانزيستور اللي قدامي ده لو انا السطح الجزء او الظهر بتاعه الجزء السطحي اللي عليه الكتابة ورا بيبقى في الوجهة قدامي يبقى ده طرف المشاع ويبقى هنا طرف المجمع والطرف اللي في النص ده القعدة طيب هو كل الترانزيستورات كده قلت لحضرتك لأ ده بيبقى الموديل بتاعه او حسب الموديل بتاعه تمام لان انا انا جبتلك ده ليه هو اللي موجود عندك في القسم تمام كده شباب طيب نعمل ايه تاني قال لي والله تعالى نشوف بقى كده التلت اطراف دول هما ايه قال لي التلت اطراف دول بيبقى طرف المجمع وطرف المشاع جميل طرف المجمع والمشاع دول ايه علاقتهم ببعض قال لي طرف المجمع والمشاع دول علاقتهم ببعض انه هما تلت اطراف لعنصر واحد تلت اطراف لعنصر واحد تمام كده التلت اطراف لعنصر واحد دول انا ممكن اعمل بيهم ايه قال لي هنا دول هيبقوا أطراف التوصيد وهنا أنا جايب لك الترانزيستور معايا وهنشوفه دلوقتي ونحدد أطرافه كمان طيب المشاعة هو إيه قال لي المشاعة ده هو الطرف الخاص أو المختص أو اللي بيمد بحاملات الشحنة ويوصل المشاعة أماميا بالنسبة للقعدة ولذلك فهو يمر كمية كبيرة من حاملات الشحنة عند توصيده هتروح لفين هتروح على المجمع تمام طيب المجمع بيعملي بقى اللي يقوم بتجميع حاملات الشحنة القادمة من المشاعة ويوصل عكسيا مع القعدة تمام أمال طرف القعدة ده إيه قال لي ده الطرف الأوسط أو الجزء الأوسط بين المشاعة والمجمع وتوصل أماميا دمين القعدة بتكون متصلة أماميا مع المشاعة اللي هو الامتر وعكسيا مع المجمع تمام كده يا شباب يبقى دي كده الثلاث أطراف الخاصين بمين بالترانزيستور اللي هو قعدة ومشاع ومجمع طيب بقول لي هنا خد بالك من حاجة مهمة أوي ملحوظة حاملات الشحنة في حالة الترانزيستور بي إن بي بتكون الفجوات تمام؟ يعني إيه؟ يعني الموجبات اللي هي إحنا عندنا يبقى فيه إلكترون إلكترنات وفيه فجوات الإلكترنات سالبة والفجوات موجبة يبقى في الترانزيستور البي إن بي حاملات الشحنة بتكون شحنة إيه؟ فجوات أو موجبة وفي الترانزيستور إن بي إن بتكون الإلكترنات هي البحمولة أو الشحنة بتكون هي الإلكترنات جميل كده شباب؟ طيب ده شكل بيوضح لي تركيب الترانزيستور والأطراف من الداخل للترانزيستور طبعا بيقول لي إن الطبقة الزرقى اللي هنا دي دي طبقة الأساس بتاعتي تمام؟ طيب وبعد كده عندي طرف المجمع والقعدة والباعث الباعث هو المشاعر خد بالك هتلاقي فيه حد يقول أو المدرس عندك في مدرستك ممكن يقول لك الباعث أو يقول لك المشاعر تمام؟ طيب الباعث هو المشاعر هو الإمتر والقعدة هي البيز والمجمع هو الكوليكتر تمام؟ طيب هنا طبقة أكسيد الطبقة الأكسيد دي طبقة عزلة طبقة الأكسيد كلنا عارفين إن هي إيه طبقة عزلة بيقول لي إن التلات أطراف اللي طالعين الطرف ده والطرف ده كده والطرف ده لو خدت بالك كل طرف فيهم متصل بجزء تمام؟ متصل بطبقة من الطبقات إحنا قلنا إن الترانزيستور تلات طبقات هنا عندي الطبقة اللي موجودة اللي لونها بيج أو بني دي كده دي طبقة الكنكتور أو طبقة من أو طرف من الأطراف التلاتة وكل واحد من دول اللي هي هنا المجمع أهو وعندي الطبقة الصفرة اللي موجود اللون الأصفر اللي هنا ده ده طالع بطرف القعدة واللون التالي اللي هو التالت نفس اللون هنا ده الباعث أو المشاع تمام؟ المهم اللي أنا لازم أفهمه إيه؟ اللي أنا لازم أفهمه إنه طرف القعدة والمشاع المشاع والإممتر إحنا عندنا الإممتر أو الباعث أو المشاع ده متصل أمامي مع مين؟ مع القعدة تمام؟ علشان ده هنشوفه في بعض الدوائر واللي هنفزه مع بعض لازم نبقى فاهمين إن الإممتر أو المشاع أو الباعث متصل أمامي مع القعدة تمام؟ يبقى عندي المجمع عكسي مع القعدة طب أنا ممكن أشوف دايرة عشان ناخد بالنا بس من الكلام ده ما أنا ممكن أشوف دايرة مكتملة قدامي الحمل لامبة مثلا والترانزيستور الدايرة كاملة والمنبع اللي بيغز اللامبة والترانزيستور المفروض الدايرة مكتملة هنا بقى يقول لي إيه؟ ماهو الطيار مش هيمر في الحمل إلا لما نصلى الطيار على طرف القعدة للترانزيستور وده تمرين هنفزه بإذن الله لو لحقنا النهال ده في حلقتنا هنفزه بإذن الله مع بعض تمام؟ طيب تعالى نشوف تاني كده كيفية تحديد نوع الترانزيستور لو قلنا تحديد نوع الترانزيستور هنا قال لي والله الترانزيستورات أنا عندي نوعين قلنا اللي هما إيه؟ BNB وNBN تمام؟ BNB وNBN طب أحددهم إزاي؟ قال لي تعالى كده نشوف الأشكال اللي قدامي دي لو خدنا بالنا هنلاقي إنه الترانزيستور قدامي هنا تمام؟ انسى الشكلين دول دلوقتي أنا عايزك تبص على الشكل ده الرمز اللي احنا ممكن نرسمه هنا بيقول لي إيه؟ B والC والE طب تعالى تعالى نرسمهم مع بعض علشان نبقى بعيد عن الشكلين التانيين ما يجغلوش نظرك وانت بتبص عليه أنا عندي هنا ممكن دايرة كده الترانزيستور بيبقى جوه دايرة كده الرسمة بتاعته وعندي هنا بيبقى بالشكل دا كده تركيبه قادي التلات أطراف بالتلات طبقات صح كده؟ بيبقى عندي البيز أو القعدة وعندي هنا مين الامتر؟ يعني هنا المشع أو بنسميه الباعس هنا بنسميه طرف القعدة تمام؟ وهنا المجمع اللي هو الكوليكتور تمام كده شباب؟ طيب واحد يقول لي يا مستر طيب أنا أحدد أو هعرف شكله إزاي؟ قال لي إيه بقى؟ لو السهم فاكر لما قلت لك خد بالك من السهم دا لو السهم نازل لتحت بالشكل دا اعرف إن دا كده نوعه إن بي إن تمام؟ يبقى الترانزيستور دا نوعه إيه يا شباب؟ بي إن بي إن طيب يعني إيه؟ ما هو أنا مش فاهم يعني إيه؟ إن بي إن يعني تركيبه حيبقى بيتكون من تلات طبقات بالشكل دا طبقة سالبة إن وطبقة موجبة وطبقة سالبة يبقى قادي عندي طرف وطرف وقادي طرف هنا طرف القعدة وهنا طرف المشع وهنا طرف المجمع جميل يبقى طرف القعدة هنا اللي هو البي هي البي دي مش معناها موجب والإن سالب وسالب؟ تمام؟ ما هو خدت بالك في النوع الإن بي إن قالك إنه خد بالك في الملحوظة الترانزيستور اللي من نوع إن بي إن هتكون الشحنة إلكترونات مش فجوات؟ طب هنا معناها إيه؟ قال لي دا ترانزيستور ها ترانزيستور زو قاعدة ها موجبة تمام يا شباب؟ دا ترانزيستور زو قاعدة إيه؟ موجبة يبقى زو قاعدة موجبة يبقى الطرف اللي في النص دا مين؟ مش هو القاعدة يبقى النوع دا إن بي إن طب تعالي نرسم الشكل التاني الشكل التاني أهوت دايرة برضو كده وخلي بالك دا سؤال عندك في التقييمات يعني هتلاقيه في الأنشطة اللي موجودة عندك في دليل الطالب تمام؟ وهتلاقيه في التقييمات يقابلك في التقييمات يقولك حدد نوع الترانزيستور تمام؟ ويجايب لك الصورتين قدامك الشكلين دول ويقولك حدد نوع الترانزيستور هنا جايب لي السهم فوق كده قادي طرف الامتر وقادي المجمع وقادي القاعدة تمام؟ لما شوف السهم تحت يبقى إن بي إن طب لما شوف السهم فوق يبقى بي إن بي معناها اي يا شباب؟ موجب سالب موجب تمام؟ يعني تركيبه ايه دا؟ شفناها في الشريحة التانية قال لي يعني هنا بي وهنا إن وهنا بي يعني قادي طرف وقادي طرف وقادي طرف يعني هنا اسمه ايه؟ المشعة أو الامتر وهنا اسمه ايه؟ الكوليكتور أو اللي هو المجمع هنا البيز أو القاعدة البيز وغدا من الطرف ايه؟ السالب صح كده؟ يبقى دا ايه؟ النوعه ايه يا شباب؟ ترانزيستور ها؟ فهمناها؟ ترانزيستور زو قاعدة ها؟ سالبة يبقى احنا كده عرفنا نميز الترانزيستور او نقول شكل من المخطط اللي قدامي او الرسمة اللي قدامي نقدر نقول اه الترانزيستور دا اه بيه نوعه ايه بالزبط طيب تعالى نشوف جزء عملي احنا ممكن نعمله مع بعض ونحدد اطراف الترانزيستور بتاعنا تعالى هنا كده معانا جهاز الافو واحنا اتفقنا ان جهاز الافو ده علشان نختبر الديوضات انا هفك برضو اهو تاني علشان اوري لحضرتك نعملها ازاي؟ احنا علشان نختبر اي عنصر الكتروني اي عنصر الكتروني على الافو هنعمل ايه؟ هنجيب الجاكاب بتاعتنا وخب بالك دايما الجاكاب بتاعتك الكابلات بتاعتها دي حساسة والاطراف بتاعتها حساسة قوي دي اسلاك مقاومتها صغيرة تمام عشان ما تعملش اي اختلاف في القراءة وما تأثرش على القراءة فلا بتحتاج ان هي تتشد او اه تتخزن بشكل غير امن والاطراف المجسات دي بتبقى مقاومتها ضعيفة وحساسة ما ينفعش ان هي تبقى على الارضية او على الارض كل شوية او يحصل لها انحناء وهكذا فاخد بالك دايما من الاطراف بتاعتك او على جهاز الافو تعالى هنا احنا كنا بنقول ايه كنا بنقول هنوصل نختبر الترانزيستر يفرق حاجة عن الديود لما كنا بنختبره قلية الاختبار هتختلف طبعا لكن وضعية الاختبار على الافو مش هتختلف يبقى هنا هروح اعمل ايه بص معايا كده على الجهاز هنلاقي ان عندي وعندي الطرف الموجب عندي هنا في الطرف الموجب بيقول لي ايه علامة الاوم اقدر ايس مقاومة الفي اقدر ايس جهد الهرتزة ايس تردد المكسف ايس سعة مكسف الديود اقدر اختبر ديود وحدد اطرافه وصلاحيته وانحجازاته وعلامة الموصلية اقدر اختار وايس اقدر اختبر الكابلات وموصلية الاسلاك وخطوط النحاس على اي برد تمام اسف يبقى احنا هنحط هنا الكومن وهنا نحط ايه الطرف الاحمر او الجاك الاحمر تمام كده شباب طيب هنعمل ايه تاني قال لي والله ادي طرف او عنصر الترانزيستور هو صغير جدا واخد بالك من العناصر الالكترونية دي بيبقى هي فعلا حجمها صغير كده الترانزيستور ده في ايدي هنا انا قلت لحضرتك ان انا عندي ظهره بيبقى مسطح والوش بتاعه بيبقى نصف دائري طب انا عايز ارسم لك الشكل اه بتاعه كده بص يبقى بيبقى عامل بالشكل ده كده الظهر بتاعه مسطح كده اهو تمام والوجه بتاعه بيبقى نصف دائري بالشكل ده كده بيبقى يعني بالشكل ده وعندي ثلاثة اطراف اهو دي اطراف الترانزيستور الارجل التلاتة التوعي تمام يبقى انا عندي الظهر الجزء المسطح ورا ده ده الظهر بتاعه تمام لكن ده الوجه بتاعه هيبقى مقابلية علشان اقدر احدد اطرافه في ارقام ورا لها دلالات على الترانزيستور ودي انا شايلها لك في نهاية حلقتنا هقولك عليها لكن انا دلوقتي عاوز اختبر الترانزيستور ده اعمل ايه هنمسك التلات اطراف بتوعه بالشكل ده نوسعهم عن بعض شوية تمام ونعمل ايه يعني انا بتمنى بس ان هو يكون واضح ليكم علشان اه نقدر نحدد اطرافه وصلاحيته انا هزبط الافو بتاعي على وضع الديود ومن زرار سليكت هنا باختار علامة الضيود فوق تمام واجيب ايه المجسل اسود ده على احد ارجلو اهو كده هنا هوت على احد الارجل ليه الترانزيستور المجسل اسود ده كده تمام واجيب البل جاك الاحمر المجسل الاحمر ده اشوف هنا اداني قراءة لأ طب في النص هنا اداني قراءة بدأ يديني قراءة تمام تمام الطرف الاحمر ده مش ده الموجب بتاع البطارية او موجب المصدر ايوه خد بالك لما حطته في النص هنا اداني قراءة طب لما حطته هنا ما ادليش ده ليه دلالة ليه معنى خلي بالك عارف معناه ايه معناه انه خد بالك اللي ادالك قراءة في النص ده على الطرف الموجب ده بتاع الجاك بتاع الافو هنا ده معناه انه ده الطرف الموجب تمام وده تمرين انت ممكن مفروض انك هتتصور وانت بتنفذ الكلام ده او تقدم دليل ان انت في مدرستك اكتسبت المهارة دي فاحنا قلنا ان دليلنا ان احنا بنصوره كصور او فيديوهات عندنا وعلى الفلاشة بتاعتنا او على جهاز الكمبيوتر عندك في القسم المهم او في ملف الانجاز بتاعك المهم ايه اثبت ان انت اكتسبت المهارة دي يبقى الجاك الاسود على طرف اهوت انا معرفش هو مين لسه معرفش اطرافه على الطرف الاسود ده تمام وهنا مدى ليش قراءة طب على اللي في النص اداني قراءة ابدأ اقول ايه طب هو اداني قراءة هنا هو الطرف اللي انا حطه في النص ده ايه موجب اهو تمام طيب ابدأ اغير الاطراف احط السالب هنا واشوف هنا اداني قراءة لا طب هنا اداني قراءة تمام ده انا لما غيرت الجاك الاسود الناحية التانية على الطرف الناحية التانية وجيت هنا في النص اداني قراءة برضو طيب ما انا عايز افهم حاجة اشوف الطرف الجاك الاسود ده السالب أحطه على الطرف اللي في النص هنا وأشوف بقى هيديني قراءة ولا لأ تمام؟ هيديني قراءة ولا لأ أروح أشوف كده مد ليش قراءة ده معنى إيه؟ لمعنى طب هنا مد ليش قراءة لمعنى؟ ليه معنى؟ معنى إيه بقى شبهب؟ معنى إن الترانزيستور ده لما كان الطرف الأحمر بتاع الآفو هو اللي كان في النص بص كده أهو لما كان هو اللي كان في النص كان بيديني قراءة تمام؟ أهوت لما الطرف الأسود للآفو هو اللي في النص الأحمر هو اللي في النص والأسود النحيادي إداني قراءة طب الأسود النحيادي إداني قراءة مين الأكبر فيهم؟ الأسود النحيادي كده يبقى ده طرف المشع لما الأكبر قراءة يبقى ده المشع تمام؟ ده هنا 652 وخمسين. يبقى انا اشوف التاني. الدالي كام? ها? الداني قراءة ستمية سبعة واربعين. اقل من الناحية دي. يبقى اللي الداني قراءة اكبر عن التاني ده طرف المشعة. تمام? لكن اللي الداني قراءة اقل يبقى ده طرف مين يا شباب? طرف المجمع. تمام كده? يبقى انا كده عرفت ان لما احط الترانزيستور ده الجزء النص الدائري. اللي هنا ده في الوش كده عندي. يبقى طرف القعدة في النص اهو. انا مسك منه. وعندي هنا طرف ده المجمع. وهنا ده طرف المشعة. تمام? يبقى انا كده حددت اطرافه. وكمان ايه? ده انا اختبرت صلاحيته. ما كل شوية بيديني قراءة. لما اداني قراءة. طب نوعه. هل ده NBN? ركز معايا بقى في الحتة دي. هل ده NBN ولا بي NBN? هو لما ادلك قراءة كان الطرف الاحمر فين? مش كان في النص? على القعدة. يبقى ده ايه يا فندم? NBN. ليه? ما انا لما حطيت الطرف الموجب للآفو في النص? تمام? على طرف القعدة. اداني قراءة. لما قلتلك طب تعالى نغير نحط الطرف السالب هنا. اللي حصل? ما ادليش قراءة. ولا من ناحية المجمع ولا من ناحية المشعر. تمام كده شباب? يبقى انا كده عملت ايه? حددت صلاحيته. حددت اطرافه. وعرفت وسليم ولا لا? تمام? يبقى انا كده اكتسبت مهارة من الكلام اللي احنا قلناه في البداية. يعني انا انا خدت لك جزء معرفي وجدتك نطبق عليه. تمام كده? علشان لما نروح لتنفيذ التمرين. يبقى انت تمسك الترانزيستور كده? انت عارف النوع ده? القاعدة بتاعته فين? خلاص بقت مهارة بالنسبة لك. ما هو انت نفستها في دايرة واثنين وتلاتة? وبالتالي خلاص انا نوع الترانزيستور ده الشكل ده انا عارف ايه? الاطراف بتاعته فين? وبرضو في نهاية حلقتنا انا فيه ارقام بتبقى موجودة على ظهر الترانزيستور اللي هي في اختباراته بقى واختبار اداءه والحاجات دي. بيبقى في رقم موجود على ظهر الترانزيستور كده يقول لك الترانزيستور ده نوع ايه? تمام? طيب. تعال نشوف كده مع بعض خصائص الترانزيستور سنائي القطبية. بيقول لي يستعمل الترانزيستور كمكبر وده من استخداماته يستعمل الترانزيستور كمكبر او مفتاح الكتروني. يعني انا الترانزيستور ده بستخدمه ايه يا فندم? قال لي بنستخدمه اما مفتاح الكتروني او كمكبر. وزي ما ما قلت لحضرتك هي طبعا مش قاعدة ولكن احنا الجديد في عالم الكهرباء والمحركات والتحكم في سرعة المحركات بنلاقي الترانزستورات والسيرستورات العناصر الالكترونية هي اللي بتتحكم في السرعة دلوقتي وتتحكم في جهد المحركات وهكذا وسائل بدء الحركة لبعض المحركات وليكن المحركات الاستنتاجية سلاسية الاوجو دي عند العناصر الالكترونية بتستخدم في التحكم في سرعتها وبدء حركتها وهكذا يستعمل الترانزستور كمكبر او مفتاح الكتروني وهو يوصل طيارا في حالة الانحياز الامامي ولا يوصل طيار في الانحياز العكسي وتنقسم منطقة التوصيل او حالات عمله الى سلاس مناطق ايه هي المنطقة الاولى هي منطقة القطعة ولا يمر فيها طيار في مجمع ومجمع وباز الترانزستور يعني مفيش طيار هيمر ما بين القعدة والمجمع يعني الحمل مش هيشتغل لسه مشتغلش يعني المنطقة التانية طيب اللي هي منطقة التكبير او المنطقة الفعالة او منطقة التشغيل الخطية للترانزستور المنطقة التالتة قال لي ان في المنطقة دي بتسمى بقى منطقة التشبع التي يمر فيها اكبر طيار بين المجمع والبيز او القعدة في الترانزستور في المنطقة الاولى والتالتة يعمل الترانزستور كمفتاح وفي المنطقة الثانية يعمل الترانزستور كمكبر تمام طيب طرق توصيل الترانزستور سنائية القطبية البي جي تي تعال هنا بيقول لي ان عندي تلات طرق من طرق التوصيل ايه هما طريقة المشعة المشترك وطريقة المجمع المشترك والقاعدة المشترك طب نتكلم الاول على المشعة المشترك او طريقة المشعة المشترك وبعدهم بعد التلات طرق ننفذ تمرين مع بعض هنا بيقول لي ان في الرسمة اللي قدامي دي لو خدت بالك ادي شكل الترانزيستور انا عاوز قلم يطلع معنا هنا علشان نبدأ نقول هنا ادي شكل الترانزيستور بتاعي تمام شكل الترانزيستور ده بيقول لي انه ادي طرف القاعدة و ادي طرف المجمع وهنا طرف المشعة هو ده نوعه ايه يا شباب قال لي ده نوعه السهم التحت ابص على الرسمة على طول كده السهم هنا لتحت صح كده يبقى ده نوعه NBN لان السهم لما يبقى داخل على القاعدة كده يبقى BNB تمام طيب مين الطرف المشترك هنا قال لي المشعة المشعة هنا ادي الحمل اللي عندي الارلود هنا ده كده الحمل وادي المنبع اللي هيغزي الحمل بتاعي وهنا ده منبع هيصلط لي طيار على طرف القاعدة يبقى هنا عندي اسمه الـ I-B تمام كده يا شباب يعني طيار القاعدة الطيار اللي هيروح على القاعدة هنا ليه ما هو لازم ياخد طيار على القاعدة هنا كده يا شباب ليه بقى علشان يمر الطيار على القاعدة يقوم يفتح الطيار يجي من المنبع للحمل كده وتكتمل دائرته تمام وده هنشوفه في التمرين اللي هننفذه طيب نشرحها ازاي بيقول لي في حالة المشعة المشترك او في طريقة المشعة المشترك بيقول لي ايه بيكون اشارة الدخل ما بين القاعدة والمشعة واشارة الخرج بين طرفين المشعة والمجمع يعني ايه يعني ادي اشارة الدخل هتبقى للمجمع او على القاعدة والمشعة اهوت تمام واشارة الخرج فين بين المشعة والمجمع عندي هنا تمام وعلشان كده سموها ايه طريقة المشاع المشترك طب نشوف الطريقة التانية المجمع المشترك خد بالك الشكل تغير اي دي الترانزيستور بتاعي تمام وقادي عندي ده طرف مين المجمع مشترك مع مين مع القعدة ومين والمشاع برضو لازم يبقى عندي هنا طيار علشان يشتغل الترانزيستور على القعدة علشان يمرر يفتح ويمرر طيار طب هنا الاشارة بتاعت الدخل بين مين ومين بين طرف القعدة والمجمع تمام اهو يبقى فيها يتم توصيل اشارة الدخل بين مين ومين القاعدة والمجمع وتوصل اشارة الخارج بين مين ومين المشاع والمجمع تمام وبذلك يكون طرف المجمع هو ايه الطرف المشترك بين الدخل والخرج طيب الطريقة التالتة الطريقة التالتة طريقة القاعدة المشتركة هنا طرف القاعدة هو المشترك تمام بين طرف المشع وبين طرف المجمع تمام كده يبقى برضو اشارة الدخل بين مين ومين بين القاعدة والمشع تمام كده علشان نلحم تمام وهنا طرف او اشارة الخارج بين القعدة ومين والمجمع في الناحية دي تمام كده طيب يبقى عندي هنا بيتم توصيل اشارة الدخل بين طرفي مين ومين يا شباب بيتم توصيل اشارة الدخل بين طرفي القعدة والمشاع وكمان بيبقى عندي اقدر اوصل الاشارة الخارج بين طرفين القعدة والمجمع وفي الحالة دي بيكون عندي الترانزيستور يشتغل ويديني الخارج بتاعي تعالى مع بعض كده عايزين ننفذ تمرين مع بعض خاص بالترانزيستور واستخدامات الترانزيستور كمفتاح الكتروني وننفذوا مع بعض نشيل دي كده علشان تبقى واضحة معنا الشغل بتاعنا القافو احنا مش محتاجينه دلوقتي اهو تمام يعني عايزين نشيل دي كده الجاكات بحيث ان احنا يبقى الشغل بتاعنا واضح قدامنا طيب هنا انا عاوز بس حضرتك ايه تاخد بالك من حاجة مهمة لازم قبل ما تشتغل طبعا بتختبر صلاحيات العناصر بتاعتك زي ما احنا اختبرنا دلوقتي اه اه الترانزيستور عندي والعناصر كلها المقاومة والبرس المفتاح اللي انت ممكن تستخدمه وهكزا تعال نشوف كده دايرة هنطبقها مع بعض وعاوزين نفهم هو احنا هننفذها ازاي وهننفذها على التست بورد او على البوردة النحاسية ممكن ممكن نعمل الاتنين علشان لو انت في المدرسة عندك البوردة المسقبة اللي هي خطوط نحاس او عندك البوردة اللي موجود عندك في المدرسة لو عندك الاتنين احنا ممكن نلحق ننفذ الاتنين ان شاء الله تعال هنا نشوف مثلا احنا هنرسم دايرة هنستخدم فيها الترانزيستور كمفتاح الكتروني طيب بيقول لي ايه ان انا ممكن يبقى عندي الدايرة بتاعتي كده يبقى عندي اه اه في هنا كده اه لمبا ليد تمام هنحط لمبا هنا وقادي الطرفين بتاعها وعندي الترانزيستور هنا اهوت تمام والساهمة بتاعه هنا ويبقى عندي دا طرف المشاع وهنا طرف المجمع وهنا دا طرف مين القعدة تمام كده طيب قال لي احنا عايزين نوصله ادي اللمبة مع طرف المجمع ودايما الحمل مع طرف المجمع يا شباب علشان هو اللي بيتجمع عليه الطيار ويروح للحمل تمام طيب انا هدي بطارية من هنا كده تسعة فولت تمام طيب هو كده حضرتك اول ما هتشوفه تبص معناه ايه معناه ان دا دايرة مكتملة وشغالة صح كده معناه ان الدايرة مكتملة وشغالة اقول لحضرتك لأ صبرا اصبر شوية انت ما تستعجلش ليه قال لي ما هو لان الترانزيستور ما اخدش طيار فين على القعدة عشان يفتح ويمرر تمام يبقى انا هجيب الطيار من هنا كده عن طريق برس كده تمام نحط مفتاح هنا ونحط هنا مقاومة قيمتها واحد كيلو اوم واحد كيلو اوم تمام احنا هنستخدم الدايرة دي ايه انا عاوز بس اشوف حضرتك ايه اه اصلا الترانزيستور علشان يشتغل كمفتاح الكتروني الترانزيستور ممكن معاك يفصل ويوصل يعني انا ممكن اعملك دايرة انه الترانزيستور ده من خلال ترانزيستورات او 3 ترانزيستورات كده ومجموعة لمبات و 3 مكسف ودي كمان ممكن انفزها لك بعد كده على برنامج سيركت وزارد او تنفزها انت في البيت عندك على برنامج سيركت وزارد او في معمل الحاسب ليه المدرسة او جهاز الكمبيوتر اللي عندك في القسم ممكن تنفزها وتشوف الترانزيستور كمفتاح هتلاقي ايه ان الترانزيستور يشغلها لك زي اشارة المرور لانه هيشغل دي شوية ويفصل ويشغل دي شوية ويفصل ويشغل دي شوية وهكذا يبقى هنا هو بقى كمفتاح الكتروني اتحكم الكترونيا بمفرده لكن التمرين ده علشان بس ايه تبقى انت فاهم ايه اللي هيحصل في التمرين ده انا عاوز التمرين ده اشوف ان لما صلى الطيار على القاعدة تمام يبدأ يشغل الحمل بتاعي تمام كده طيب نشوف هنا مع بعض هتلاقي انه الترانزيستور هنا والحمل بتاعي لما آآ بدأت اشتغل عليه لما بدأت اشتغل على الدايرة بتاعتي قلنا هنجيب يا اما التست بورد او البوردة المسقبة تمام احنا دلوقتي علشان نشتغل على البوردة المسقبة طبعا انتو فاهمين لازم نلحم وهكذا تعالى نشتغل هنا وهقول لك تعملها هنا ازاي نشتغل هنا الاول ونجربها ونشغلها ان شاء الله ونبقى نجربها هنا عاوز حضرتك تاخد بالك انه في حلقة سابقة قلنا التست بورد دي الاطراف بتاعتها ازاي طرفين الداخل اللي هو الازرق والاحمر ده بيبقوا بالطول كده زي ما قلنا ان هم خط واحد وعملنا لها اختبار واحنا شغالين مع بعض تمام آآ وقلنا ان الجزء ده الخطوط بتاعته رقصية بالشكل ده كده وهنا الجزء ده خطوطه رقصية برضو يعني ممكن نقول ده برده ده برده اه لكن لو عاوز تعدي من هنا لهنا هيبقى باستخدام كباري واحنا آآ جايبين معانا بعض الجاكات اهوت هنشتغلها مع بعض ونعمل الكبار بتاعتنا انا عاوز حضرتك تقول لي الدايرة دي بتتكون من ايه ادي عندي لمبة تسعة فولت وعندي هنا لمبة طبعا او لد اللي موجود وعندي هنا الترانزيستور تمام انا بصيت على الرسمة لقيته ان بي ان تمام جبت الترانزيستور ان بي ان وعندي هنا مقاومة واحد كيلو اوم اهو ادي المقاومة الواحد كيلو اوم انا احط لكل عنصر مكانه تمام وقادي البرس او المفتاح تمام كده وقادي الترانزيستور بتاعي جميل وقادي اللمبة بتاعتي اهيت موجودة عندي كده انا المعيار اللي انت ممكن تتقيم عليه اللي هو تجهيز المكونات والخمات للدائرة او للمخطط الموصوف او المحدد انت اكتست المعيار ده وقادي عندي الجاكات والاسلاك اللي احنا ممكن نشتغل عليها او نوصل بيها الدائرة بتاعتنا ونعمل الكبار بتاعتنا انا كده جا هست الخمات كلها وجا طبعا بيبقى عندك العدد وارتديت مهمات الوقاية الشخصية وطبقت قواعد السلامة والصحة المهنية في مكان العمل وهكذا بتبقى انت واحدة واحدة كده معيار معيار تلاقي نفسك بتحقق الاهداف بتاعتك تمام كده شباب طيب تعال نشوف احنا هننفذ ازاي همسك الترانزيستور ده وطبعا احنا اختبرناه دن شوية وقلنا ان الطرف اللي في النص هو طرف القاعدة والطرف اللي هيبقى عندي على اليمين ده هو المجمع واللي على الشمال ده هو المتر ازاي احنا اختبرناه ولقينا انه الجاك الاحمر بتاع الاهو لما كان في النص اداني هنا قراءة واداني هنا قراءة مين القراءة اللي كانت اكبر كانت النحية دي يبقى ده المشاعر تمام وهنا المجمع ده اللي هو القراءة الاقل يا ما كانتش اقل بكتير بس بيبقى فيه فرق ما بين الاتنين طيب هنعمل ايه حاجة هنا حضرتك على التست بورد ويا ريت يا رب كده تكون واضحة معانا هنعمل ايه بقى يا شباب الترانزيستور يتحط بالعرض كده يتحط بالعرض كده ولا بالطول كده لو انا حطته بالطول كده هيبقى على نقطة واحدة كل اطرافه على خط واحد ومش هتشتغل معاك لكن اعمل ايه الترانزيستور يمسك 3 خطوط كده يا شباب اهو الترانزيستور هنا هو ماسك 3 خطوط مع بعض اهو كده تمام كده حطيت الترانزيستور بتاعي تمام كده طيب اعمل ايه تاني قال لي هات اللمبة ادي اللمبة بتاعتي نوصل اللمبة ازاي قال لي خد بالك طرف اللمبة التاني اللي هو السالب احنا عارفين الليد بيبقى عندي ايه موجب وسالب وقلناها فاكرين لما قلت لحضراتكم ان اللمبة بتبقى عاملة كده او الليد بتاعك بيبقى عامل كده طرف الرفيع اللي جوه طرف ايه موجب العريض اللي جوه ده كده بيبقى الطرف ايه السالب ابص على اللمبة بتاعتي دي فعلا حلاقي ان فيه طرف عريضه ده السالب والطرف الرفيع جوه هو ايه الموجب طيب أبص على الرجول ألاقي فيه رجل طويلة ورجل قصيرة القصيرة دي هي السالب والطويلة هي ايه الموجة أوصل ازاي اللي هروح على طرف السالب بتاع اللمبة تمام وحطه على طرف المجمع تمام كده شباب حطه على طرف المجمع الجزء الدوران أو الجزء الدائري للترانزيستور قدامه هو أنا اللي بزين لي ورا ده الجزء المسطح تمام ناخد بالنا من النقطة دي عشان أنا حاس أنها مش باينة عندكم قوي بس ايه أنا بوصف لك عشان تبقى واخد بالك ظهر الترانزيستور ليا تمام يبقى طرف المجمع على الشمال هنا وطرف المشع على اليمين هنا واللي في النص قاعدة يبقى أروح المجمع رايح له طرف مين السالب بتاع اللمبة أروح على طرف السالب بتاع اللمبة أنا هرجع الترانزيستور بس ايه خط الورا كده تمام واجيب طرف السالب اهو عدد بين ناحية تانية اه دي سالب اللمبة مع مين مع المجمع تمام طيب أعمل ايه أنا عاوز أدي كهرباء أو أدي طيار لمين لطرف الموجب بتاع اللمبة اهو طرف الموجب هنا كده صح كده اهدي الموجب رايح لمين لطرف الموجب بتاع اللمبة اهو على نفس الخط بصوا كده شباب على نفس الخط الرأسي ده بتاع طرف الموجب بتاع اللمبة احط مين احط ادي طرف الاحمر ده حيروح للبطارية اللي احنا هنشتغل او نوصل منها جايبين البطارية معنا اهي المصدر هو تمام يبقى انا كده جهزت كل الخمات اللي عندي اللي مطلوبة للتمرين بتاعي طب ايه تاني قال لي خد بالك الطرف المشاع رايح لمين للمصدر تاني ادي طرف الاسود ده كده اهو هاخد من مين من طرف المشاع يعني ايه طرف رجل الترانزيستور اللي على اليمين خالص تمام الطرف اللي على اليمين هاجي هنا من نفس الخط الرأسي بتاع رجل المشاع هنا او طرف المشاع اخد ايه الطرف ده كده هيروح لمين يا شباب ليه البطارية اللي عندي اهو تمام طيب ايه تاني قال لي خد بالك فيه مقاومة واحد كيلو اوم على طرف مين على طرف القعد ادي المقاومة الواحد كيلو اوم تمام طبعا قيمة المقاومة دي احنا اخدنا فيها وقت كبير وشرح كبير في وحدة مكونات الدوائر الكهربية وقلنا ازاي نحدد قيمة المقاومة اما بالالوان او نقسها عن طريق الافو تمام كده شباب يبقى انا عندي هنا حطيت انا شلت بس الججد عشان عرف احط المقاومة والرجل التاني راح فين على البرس اللي هو المفتاح والمفتاح مواخد منين من المنبع اللي عندي تمام كده يا شباب يبقى نعمل ايه بقى قال لي ده احنا كده العملية قرب تخلص والتمرين قرب ينتهي ازاي قال لي هاتي البرس بتاعك طيب انا عندي مشكلة دلوقت يا شباب ايه هي البرس بتاعي او المفتاح اللي عندي بيبقى المفروض يبقى في منه اربع رجول او رجلين يعني اربع اطراف او طرفين اللي لقيته عندي اربع اطراف انت عندك في القسم او في المعمل بتاعك لقيته اربع رجول ما لقيتش طرفين اتنين هقف اقول ما عنديش العنصر لأ ده انا هعمل ايه بكل بساطة تعمل ايه بقى علشان تحدد الاطراف بتاعتك بكل سهولة هنطلع جاكات الافو ما هو يا جماعة ما تكسلش وتقول اصل ما عنديش لأ انا هتصرف تمام انا هتصرف ازاي هجيب الافو بتاعي وركب الجاكات بتاعتي زي ما تعلمنا تمام وازبط على وضع الموصلية خلاص كلنا عرفنا وضع الموصلية اللي هو العلامة لشبه الواي فاي صح كده واروح عامل ايه بقى يا شباب امسك البرس بتاعي او المفتاح بتاعي طبعا اربع رجول تعالا كده مع بعض نشوفها الاربع رجول دول بيبقوا ايه بيبقى عندي هنا المفروض ان هما هيبقوا رجلين قصاد رجلين المفروض طب انا عايز احددهم هجيب كده ادي رجل منهم اهي ادي كده رجل واحدة منهم تمام واروح على كل الاطراف التانية هنا ما ادانيش حاجة ما ادانيش سفارة طب هنا ما ادانيش سفارة طب هنا بدأ يديني هنا كده اهو انا عايز بس ايه نختبره بسرعة اهو اداني سفارة يبقى الرجلين دول جنب بعض تمام خط واحد ودول خط واحد انا هركبه سريعا علشان وقت حلقتنا هنا وده حضرتك المفروض تختبره وتبقى محدد الاطراف بتاعتك قبل ما تشتغل تمام كده طيب عندي بقى انا عاوز اجيب خط من الطيار اللي هو الازرق ده اهو من نفس النقطة او الخط اللي رايح لللمبة واروح على رجل البرس او المفتاح تمام كده شباب طيب وقادي سلك تاني او كبري تاني من البرس هنا او من المفتاحة هوت لحد فين لحد المقاومة انا كده وصلتها الاطراف بتاعتي فاضل ايه بقى نختبر الدائرة بتاعتنا تابع معايا ونشوف الترانزيستور هيشتغل ولا لا او الدايرة بتاعتي هتشتغل ولا لا تعال كده نشوف الاطراف بتاعتنا اهو عاوز دي تبقى واضحة قدامكم كده اهوة ونشوف هتنور ولا لا كده الاطراف معكوسة تعال نعكس الاطراف دي كده اهو هنا كده ونشوف هتشتغل ولا لا بص كده معايا اهي كده ايه ايه اللي بيحصل يا شباب اللي بيحصل هنا طبعا الحمدلله اشتغلته محرجة ناش يعني ايه اللي بيحصل هو دايرة الحمل مكتملة بالزبط زي اللي كانت هنا يعني انا عندي هنا دايرة الحمل يعني المفروض الطيارج من المنبع كده على اللمبة على الترانزيستور عدى للطرف السالب كده صح قالي لا دا مش هتشتغل ما هو ما اشتغلتش تمام ما اشتغلتش الا امتى بقى ما اشتغلتش الا الا لما عملنا ايه لما جبنا البريس بتاعي او المفتاح اللي عندي اهو كده جبنا المفتاح اللي عندنا وضغطنا اهو بدأ ينور معايا الحمل بتاعي ليه انا كده بالضغط على المفتاح دا عملت ايه او البريس دا عملت ايه مررت طيار لقاعدة الترانزيستور شلت ايدي من على البريس منعت الطيار او قطعت الطيار عن مين عن الطرف القاعدة وبالتالي الترانزيستور مش هيمرر اضغط تاني على البريس يبدأ يمرر طيار على القاعدة وفي الحالة دي احنا طبقنا فكرة انه الترانزيستور هنا اه يستخدم كمفتاح الكتروني او مش هيشتغل الا لما امرر طيار على طرف القاعدة الخاص بالترانزيستور وانه يبدأ يشتغل معايا واممرر طيار اخر حاجة ممكن نقولها بسرعة وان شاء الله نلحق نقولها هو الترانزيستور عندي انا ممكن ما عنديش ترانزيستور انا ممكن اعمله قال لي ايوه مش الترانزيستور تركيبه NBN او BNB تعالى كده بسرعة لو قلنا اه اه ان احنا انا ممكن اه مثلا اه نعمله باتنين ديود تمثيل تمثيل الترانزيستور باستخدام اتنين موحد او اتنين ديود لو انا عاوز اعمل ترانزيستور NBN مش انا عندي الديود ده كده الديود ده اطرافه N وB صح طب ما انا عندي الديود ده كمان كده لو حطيته بالشكل ده مش هيبقى N وB برافو لو انا جمعت الاتنين دولفو نقطة وخدت منهم طرف مش بقى NBN الله عليك يبقى انا عندي طرف القعدة وطرف الامتر وطرف المجمع طب لو انا عاوز احدده BNB يبقى انا عندي قادي طرف البي صح كده وقادي عندي هنا طرف البي هنا اهوت وجمعت الانات كلها اللي هي N هنا وN هنا جمعتها في نقطة وانزلت بيها بقى عندي طرف N يعني القعدة اهي وقادي الامتر وقادي المجمع هنا ترانزيستور زو قعدة موجبة NBN وهنا ترانزيستور زو قعدة سالبة BNB وبكده نكون قدرنا نلم جزء كبير من الجزء المعرفي للترانزيستور ثنائي القطبية المخرج التاني ترانزيستور البي جي تي وقدرنا ننفذ تمرين من التمرين اللي موجودة عندنا في المخرج التاني وبتمنى نكون قدرنا نوضح النقطة دي والتمرين ده نقدر ننفذه على التستور نقدر ننفذه على البردة المسقبة ولكن هنا هنحتاج ان احنا يبقى عندنا لحمات هنا احنا اشتغلنا هنا علشان اوريلك الدايرة مش هعرف الحم واحنا قاعدين مع بعض كده ولكن يبقى نفذنا جزء كبير من المخرج التاني تمنياتي لكم جميعا بدوم التوفيق والنجاح والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته